عندما يبكي الرجال فعلم إن الهمومة فاقت قمم الجبال أبا عثمان الرجل الشيبة الذي ضجت باسمه منصات التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس وحتى الآن بعد انتشار مقطع فيديو مصور له وهو يستوقف قائد عمليات كاركوك ليحدثه عن ابنه الرجل هذا أجهش بالبكاء ولم تسعفه الكلمات للتعبير عن حاجته وما يريد من القائد لكن ردت فعل الأخير وتصرفه هو الآخر فاجأت جميعا قلي شنو أمي أبو عزيوان شاسن شاسن حسن جندي أطيني أطيني تلفوني دوكي عليها مميسا عشان جيد حسن السيد القايد عملتها شاسن حسن سلام عليك شوالك حبيبي شنو تبتك انت رايش أرفاء رايش أرفاء رايش أرفاء رايش أرفاء رايش أرفاء رايش أرفاء اي عليك صفا صفا عقل شعن اسمك الكامل في البودرة سين فياد فارد واحدة رباحي مختار ايه رباحي رباحي اثمان وحدك اثمان رايش أرفاء سين اثمان سين رايش ارفاء مجرس ايه رايش عيوني لك بوين خمسة أيام وابنك يكون يملك رد سريع لم يتوقعه أبا عثمان من السيد قائد عمليات كاركوك الفريق الركن علي الفريجي احتراما لشيبة هذا الرجل وكبر سنه وافق القائد على مساعدة ابنه المنتسب في اللواء الثامن وثلاثين الفرق العاشرة ونقله إلى كاركوك ليكون قريبا من والده ويعينه على مصاعب الحياة وهو في هذا السن المتقدم موقف مشرف إنساني يضاف إلى سجل الفريجي كما أن المقطع المصور وبعد نشره عبر صفحة الرسمية للفريق سرعان ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين بردود أفعال واسعة اخترنا لكم بعضا من تلك التعليقات نبدأها مع خالد الصميدعي الذي قال في تعليقه عن هذه المبادرة يقول خالد الصميدعي من أعظم الأعمال الإنسانية جبر الخواطر فكيف إن من جبرت بخاطره رجل كبير في السن بورك فيك سيادة القائد وهناك أيضا تعليق من عذير موقف البطل علي الفريجي واضح لكن موقف تضحية الأب من أجل ابنه فريد من نوعه احرسوا على آبائكم يا شباب انظروا ماذا يفعلون الآباء من أجرنا اللهم احفظ آبائنا جميعا وأرحم الشهداء هناك أيضا مداخلة وتعليق من خليل إبراهيم يقول خليل بس لا سالفتك يا الفريجي مثل السياسي الفولاني يواعد الناس وتاليها يخلفوا ياهم ويضربهم بوري معدل مجرد صورني ويدور طشة مو أكثر تعليق ومداخلة من لوزان يوم مفدوا لقلبك ورب يحفظك وينطيك الصحة والعافية والنعم منك صدق رجال مواقف وانت ما ترد اي انسان اش قد حلوهيش بشر يربي صدق وموقفي باتشي ويفرح